يواجه مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل العديد من الصعوبات والعراقيل وذلك منذ بداية كتابة الدستور بعيد ثورة يناير 2011 حيث تعالت أصوات عرد من النواب والأحزاب مؤخرا مع إعلان ترومب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مطالبين بسن قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل ويعزو نواب وسياسيون عدم تمرير القانون إلى المناكفات السياسية وتراشق التهم بين الأحزاب إضافة إلى ضغوطات من هيئات دولية على مجلس النواب والتي تحول دون معرفة حقيقة من يقف وراء عدم تمرير مشروع القانون الذي تؤيده جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الونس كنا من الأحزاب الأوائل في مطالبة بتجريم التطبيع وسبقونا بعض الزملاء بالمعارضة في تقديم مبادرة الشرعية للمجلس وكنا من المدافعين عليها وأنصارها في تار أنه لابد أنه تقع تحديد هالمواقف هذه من بعض السياسيين أو بعض حتى رجال أعمال وبعض الفنانين وغيره في علاقة بالتجريب لابد أنها تضع المسألة هذه ويجزم يكون ثم قانون ينظم هالمسألة هذه ويجرمها خاصة على مستوى معناها تعاملات مباشرة مع الكيان الصهيوني برلمانيون وحزبيون قالوا بأن جميع الكتل الحزبية داخل البرلمان كما كافة الشعب التونسي الحر طالبوا بتمرير هذا القانون وعملوا على تشريعه عندما تم تقديمه كمشروع قانون يجرم تطبيع مع إسرائيل بإجماع كل الألوان والأطياف السياسية إلى أن جهات ضاغطة وعلى حد تعبيرهم حالت دون تمريره وسط غضب وتندر شعبي ونيابي أنا في بالي هذه مسألة عليها إجماع وطني ما فيش تونسي معناه يستاهل يتسمى تونسي إذا ما يكونش ضد التطبيع إذن هذه ما فيمش حزب يقدر يواجه شعبه ويقول أنا ضد هذا القانون حتى يحصل النقاش وقت الدستور الناس قالت راهوا هذا يجي في قانون ما يجيش في الدستور الدستور حاجة أخرى تختلف على القوانين هذه الأولى الثنين وقت اللي تطرح هذا الموضوع سمعنا أنه فم ضغوطات من سفارات أجنبية من بعض القوى الدولية مراقبون قالوا أن عدم تمرير القانون أدى إلى ضغوط سياسية ودبلوماسية تعرضت لها الحكومة التونسية والمجلس النيابي من قبل جهات دولية وسفارات أجنبية ناهيكة عن التراشق والتعارك السياسي بين أصياف الكتل النيابية المختلفة